بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم وأتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة ومع فائدة مجربة من أقوى المجربات التي يعمل بها في أول رمضان أو عند رؤية هلال شهر رمضان خاصيتها عجيبة جدا في جلب الرزق وفي توسيع الرزق خلال السنة بأكملها فقبل البدء أتمنى عمل لايك إذا أعجبكم الفيديو وأدعوكم للاشتراك إذا لم تكنوا مشاركين ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة فرمضان على الأبواب فنسأل الله العظيم أن يبلغه لنا ونحن بألف خير وصحة وعافية ويتقبل من نصح لحل أعمال ويفتح لنا أبواب الخير والبركات ويستجيب لنا الدعوات أمين يا رب طبعا رمضان هو شهر فضيل والفرصة العظيمة والثمينة لنا الأجر والثواب وغفر عن الدنوب والتوبة ونزول الرحمات الإلهية شهر الفتوحات وشهر استجابة الدعوات لذلك يجب علينا اغتنام هذه الأيام المعدودة في الصلاة في القيام وقراءة القرآن وذكر الله فهذه العبادة هي مفاتيح الفرج هي مفاتيح الفرج التي يهديها لنا المولى عز وجل شهر في كل سنة رحمة منه وحبا لعباده وبالتات في هذا الشهر شهر رمضان لأن خاصيته وقدره عظيم عند الله فكل من له حلم أو أمنية أو هدف أو حاجة والله العظيم رمضان هي الفرصة الثمينة لأنه شهر استجابة الدعاء كل الدعوات التي قد لم تستجب لنا خلال العام فهذا الشهر الكريم له خاصية عجيبة جدا من الله في استجابة الدعاء وهذا أمر يعني واقع لعدة أناس ويعني واقع لشخصيا دعوات كنت قد أكاد أعتبرها مستحيلة أو يعني تأخرت الإجابة فيها من الله ولكن تحققت بعد رمضان طبعا بعد الدعاء والإحاح وهذه العبادة التي قلنا يعني الإنسان يعمل مجهود في رمضان من دعاء والله العظيم يستجيب الله فبعد رمضان بضع أشهر قليلة ومعدودة كانت المفاجأة وكانت الاستجابة ولعدة دعوات يعني الكثير من الأمور كنت قد دعوت الله بها في رمضان واستشعرت الاستجابة الدعاء بالطبط في اللحظة التي أدعو فيها الله طبعا استشعرت الإجابة فالحمد لله بعد رمضان تحققت لعدة أمور كلما دعوت الله في رمضان كلما كتفت الأذكار كلما يستجيب الله سبحان الله العظيم كسرعة البرق والحمد لله فبدون ما أطل عليكم أكثر وقدم لكم عمل أو فائدة يعمل بها عند رؤية الهلال بالضبط أو لما يقول أول ما يسمع الإنسان أن الهلال قد ظهر يعمل هذه الفائدة وهي لتوسيع رزق السنة بأكملها ويدر عليك الله الخيرات من حيث لا تحتسب ويفتح الله عليك ببركات وفتحات وأرزاق من حيث لا تدري وهي أنه لما يرى الإنسان هلال شهر رمضان يعني أول ما يرى الهلال أو أول ما يقال له أن الهلال قد ظهر ماذا يفعل؟ يقرأ سورة الفتح ويكون على وضوء طبعا سورة الفتح ثلاث مرات في ثلاث ليالي الأولى من رمضان يعني سورة الفتح نقرأها عند ظهور شهر هلال رمضان نقرأها ثلاث مرات في الليلة الثانية من شهر رمضان نقرأها ثلاث مرات وفي الليلة الثالثة نقرأها ثلاث مرات ولكن في نفس الوقت الذي قرأناها فيه في المرة الأولى أظن أنه مفهوم وواضح يعني كنقرأ سورة الفتح مثلا قرأناها عند العشاء الليلة الثانية نقرأها في نفس الوقت والثالثة كذلك ونسأل بعدها ما شئنا من الله وما أردنا حسب الإنسان وحسب طلبه وحسب الحاجة الخاصة به من الله فإن الله سبحانه وتعالى واسع العطاء مجيب الدعاء وبإذن الله سيستجيب له بفضل الله وإن شاء الله يتحقق له كل الأمان ويدر الله عليه الخيرات ويوسع عليه رزقه في تلك السنة بأكملها ويرزقه بأرزاق من حيث لا يحتسب ولا يدري فإنه هو السميع المجيب والله غني عن عباده وعن أعمالهم ولكن يحب العباد الذين يتقربون إليه بالطاعات وبالأذكار وبالإلحاح في الدعاء ويشكون ضعفهم له سبحانه فهو القوي وهو القادر على كل شيء هذا كان فيديو اليوم والله بلغنا رمضان إن شاء الله ونحن في صحة وعافية ويرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله إنه سميع المجيب شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله